وناحت قريش على قتلاها كمداً وحزناً فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الأسرى فرقهم بين أصحابه وقال استوصوا بالأسرى خيراً فكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون هؤلاء الأسرى الذين كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول وصحابته ومنهم من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الأذى في مكة وهذا يؤكد أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة وكان لهذا الخلق الرحيم أكبر الأثر في إسراء مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام ويظهر أثر المعاملة الكريمة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الشاعر يا رسول الله لقد عرفت نصيبي من المال لأفدي به نفسي من الأسر وإني لذو حاجة وذو عيال وبنات فمن علي؟ فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن لا يظاهر عليه أحد وعاد الأسر إلى أهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه ومحبته وسماحته صلى الله عليه وسلم وعن دعوته وما فيها من الإصلاح والبر والخير لقد انتصر المسلمون في بد وهذا يغيظنا نحن اليهود وقد أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة لما أظهروا العداء الواضح بمجاهرتهم بالعدوان بعد بدر للمسلمين ولنبي الإسلام فنقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم إلى خيبر جزاء وفاقا يا قوم نيخاف على مكانة قريش بين العرق علينا أن نوقف محمداً والباعة بل ونقضي عليهم يا أبا سفيان علينا أن نجهز جيشاً كثيراً مع حلفائنا لغزو محمد وصحابته في عقر تاريه أورثت الهزيمة النكراء التي ألحقها المسلمون بهم يوم بدل حقداً دفيناً كما أنها هزت مكانة قريش بين العرق فقرروا على أنه لا يمحوه إلا الأخ بالثقر والتصميم على المواجهة فكانت غزوة أهم لما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب للذهاب بأكابرهم وجاء إلى أطراف المدينة في غزوة السويق وجاءوا بنسائهم حتى لا يفروا وليحاموا عنهن ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريباً من جبل أحد في مكان يقال له عينين وذلك في الشوال من السنة الثالثة فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس برسالة عاجلة للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره الخبر فاستشار النبي أصحابه بين البقاء في المدينة أو الخروج إلى العدو فأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو وكان ممن أشار عليهم الخروج رجال لم يشهدوا بدراً فلبس النبي لمة الحرب وتلاوموا بعد ذلك فقال لهم رسول الله إنه ليس لنبي إذا لبس لمة أن يضعها حتى يقاتل فنزلت الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش الذي قوامه ألف مقاتل بحجة أنه أطاعهم في الخروج والقتال بينما كان يريد البقاء في المدينة وقال صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة علينا أن نسيطر على المرتفعات فهي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرماه التزام الجبل وتم اختيار خمسين من الرماه وشدد الرسول الوصية عليهم بأن لا يبرحوا الجبل سواء في النصر أو الهزيمة فقال لهم وإن رأيتمون يتخطفون الطير لا تبرحوا أماكنكم وأمر عليهم عبد الله بن جبي دارت المعركة والتحم الجيشان والرمات فوق الجبل يرمونهم وخالد بن الوليد بجيشه تحت الجبل والمسلمون يتقدمون عليهم في القتال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر انظروا لقد انتصرنا والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلام لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرمات من أعلى الجبل التف بجيشه مرة أخرى راجعاً ليأخذ أماكن الرمات أعلى الجبل فقتل من تبق منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه شكراً لكيشه شكراً لكم وشب القتال مرة أخرى بينهم وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله فانعكس فعل معصية الرمات على المعركة فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين وفر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفرون لا يلون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه ولم يبق مع النبي إلا اثنى عشر رجلا من الصحابة منهم أنس بن النضر